مين أكتر نادي لفت نظرك في سوء الانتالت؟ انت بتحرجني بقى مع المصري لا ايوة انا شايف المصري بصراحة المصري بصراحة يعني منستر كامل أبو علي عمل شغل كويس جدا عايز أقولك أن حاجات كتير أو تسهلت في النادي المصري النادي المصري كان عنده مشاكل كبيرة جدا في بداية الثلاثة أو أربعة سنين اللي فاتوا دول في استقطاب اللعيبة في الانتقالات أعتقد أن الراجل ده يعني أنا شايف ما عندهش مستحيل يعني اللي أنا بشوفه بصراحة في حاجات أمور كتيرة يا كريم كنا بنتكلم فيها وفي الكورة يعني منهم الملعب يعني حاجة بسيطة جدا المصري بقى له أكتر من عشر سنين بيلعب في برج العرب تكاليف عالية جدا انتقالات فنادق فلوس بتتدفع كتير جدا النهاردة النادي المصري بقى موجود في ملعب هيئي قناة سويس وده حاجة مهمة جدا بالنسبة للجمهور حتى الجمهور كان بيسافر أكتر من ستمائة كيلو عشان يشجع فرقته النهاردة هيبقى متاح بالنسبة له نص ساعة يبقى في اسماعيلية يقدر يبقى الأمور كلها سنينة زائد الصفقات اعتقد المركاتو عالي جدا وانا شايف انه هو يعني هو الجوكر يعني كامل ابو علي هو الجوكر دلوقتي في السوق المصري ده وجهة نظر المركاتو ده يودي المصر الحد فيه ما هو ده بقى اللي هياخدنا لان احنا هيحط الضغط كبير جدا على اهاب جلال لان خلي بالك المصري وجمهوره دلوقتي بيتعشم ان هو ياخد بطولة فانت لا بديل عن بطولة السنة الجالية طب بطولة 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 اه طبعا برجمة نانسي قنقر